موسيقى 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 متتبعي قناة انفاس بريس مرحبا بكم في لقاءين جديد الرياضي هذا اللقاء الرياضي نستضيفه فيه السي محمد نجمي سنتحدث فيه عن مجموعة من قضايا الرياضة وخاصة الشيخ المتعلق بكورة القدم السي نجمي مرحبا بك أهلا وسهلا متاحية المشاهدين الكرام السي نجمي الرجاء البيضاوي فازت قبل أيام بالبطولة اثناش ولكن ساكن سمينا ابطال البطولة واحد ما كرناش تحدثنا على اللقاب الاول في الفريق الرجاء البيضاوي بعد سنوات طويلة كانت الالقاب يعني ممكناش كثير في خزينة الرجاء يعني كانوا كيف تاخدوا الالقاب ولكن لا تحدثنا على الحقب اللي اشتباهنا ولا اللي كانوا عاشوا قبل مني لحقاش كانت تفرج فيهم كانت حقب يعني في مستوى عالي دي الفريق الرجاء ومن ناحية الفرجاء كان اكد كان اكد على الفرجاء وتاب نسبة للجمهور كيف كان يتمتع بالطريقة اللي كان لعب بفريق الرجاء وكان يتمتع باللاعبين اللي عاشوا هذه المراحيل دي الفريق الرجاء بالاخص دي الجيل دينا والجيل اللي قبل منا يعني كانت فرجاء اللاعبين متميزين عندهم تقنية عالية وعالية جدا وكانوا كي اكثرية اللاعبين كانوا كي كانوا كي لعبوا في فرق الوطنية بالاخص الفريق الاول الى ذكرنا بيتشو بينيني لولمي يعني ابتي عمار هادو كلهم كانوا وقبل منهم كان حمان ساعيد وهادو كانوا من ركائز الفريق الوطنية والفريق الوطنية اللي العاف في السبعين في كأس العالم في مكسيكو من اللي كانت تكلم على هاد على هاد الحقبه هادي باش الناس الجمهور المغرميون الجمهور وعلى الاخر خصوص الى كان كي سمع الراجة بانه وما كانش كتحصل على الارقاب ولكن كانت تمتع الجمهور دياله وتمتعت الجمهور المغرمي اي مقابلة مقابلة من اللي احنا نجيت معلى جنراسون ديالي من 78 تعدو سبين الى انسي دوسويت قينا غادين اي مقابلة مقابلة لا داخل داربيضة ولا خارج داربيضة الا هو كيكون جماهير كثيرة جماهير كتعرف بانه قصد الدخول غادي تمتع بكرة القدام هذا كله اجعل بان الفارق ما كانش عنده واحد توجه لما كانش عنده اهداف ديال هذيك ديال البطولات جاء واحد الحادث هو اللي غير هاد هاد الفكر هادا ولا غير هاد توجه هادا هو في 86 كان جاء اول مدريب كان مدريب اجنيب كان مدريب اجنيب هاد اسميته كابريتا بورتوغالي هاد كابريتا مدريب مدريب اللي كان عاش مع الفارق ديال ديال بورتوغال كمدريب ديال سيلكسين بورتوغال اللي عم معهم كأس كأس اوروبا ولي قتل دمي فينال مع مع فرنسا وكان هاز نمو إصابة واحدة للسفر ولكن كان هو المدريب هاد المدريب كان حين كأتعرف في بورتوغال عندهم واحد سيرترناشك ياخده التقاعد هاد هو مليخ هذا التقاعد هو هو اللي تقدم وقال لما نبارك علينا القرآن في بورتوغال لحقا جدوا سنوات كثيرة في تدريب ترينب بنيفيكات ترينب بفرق عديدة هاد من اللي سيأخذ هذا كان ناس كانوا تصلوا بها رجاوين وجابوه بشي ترينب جاء الرجاوين على أساس أولا بشي ترينب بيمن غادي تريني وشكونا هاد الفريق وشكونا هم اللعابة وشكونا هم المستوى ديالهم بشكونا نقول لك صدفة صدفة كيف يدخل الفريق لهذا المرحلة الالقات من اللي جاء يعني شايف دار الحيصاص اللولا التدريبية اللول التاري التالت وبدأ كي يجمع اللعابة بدينا نحنا كان نمشي ولا واحد كنا واحد لوكس من اللي كانت تداريب في السلطة في أول سنة كانت تداريب متدبدي بها لاعب كي غيب لاعب هذي في السلطة في أول سنة فتحضير ديال تال موسم هذا مكانش واحد العقلي احترافية بمعنى الكلمة هاد المدرم اللي جاء عنده عقلي احترافية أول حاجة دار قال بعدك هو الانضباط الانضباط هو خسك تجي في الوقت يعني في الوقت من اللي غادي نقوله تسعو 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 مالين نجد utiliser Brigitte القليل هاد المدرم ويتصف المدرم معاين الاعب في السلطة يلعبوا شوية عليهم من اللي جاء قال ليهم أول حاجة كنا هي الاندباط الاندباط واحد تحتار بالوقت يجي في الوقت ومن اللي غادي نمشي يعني ندير واحد تربص في أول سنة يعني جمال اللاعبين دار لأ حد يالو بون لأ حكات موجودة المدريب أسميته المسيرين ودك شي كل ما طاول لأ حاجة هنا كلعابات دار معنى واحد اجتماع الشرط الأساسي قال لي أنه هو الاندباط الاندباط في التوقيت في هذا المهم احنا دخلنا معنى في هذا بون قلنا على الأقل شفنا شي حاجة بدأت تدخل جديدة بخاصي نجمين توم فاش فرض عليكم الاندباط واش بسهولة تدخلتوا لدى العملية ولا كان شي ردود فيها طرف اللاعبين اللا هي من اللي يجي واحد مثلا مدريب وكتحسب شي حاجة جديدة ركت دخل فيها تلقائيا حيث مشي شي حاجة اللي غادي تتمحن فيها انتا ولا غادي غادي يكون عندك شي إشكال اول حاجة قل لهم واش مكينش مشكل غادي نخرجون نديرو حى تربوس امو كنه نديرو تربوسات ولكن التربوس هادف من او اخر تربوس غادي نبعدو غادي نمشو الجبل غادي نمشو غادي نمشو غادي نمشو غادي نمشو غادي ناخذ ناخذينا تماك واحد صندر ديلا لحظة سوصية ترا معروف هذا ك شي بلا ندخل الاسم ديلا من اللي مشينا تماك شفنا شحويج اللي بدتك تدخل جديدة أولاً توقيت ديال الفطور إلا تعطلتي بعشرة دقيق دالين هو واحد قانون داخلي وفرقوا على اللعابة بدا هذك الأسبوع اللول شو كين شوية ديال الارتجالية وشوية الأسبوع الثاني بدك يدخل في يعني في التطبيق حين تعرف العقلية وذلك الشي حين كان دكي عرف العقلية وعرف كيف الشي تآمن في الأسبوع الثاني بدك يدخل يعني بدك شي ديال اللي دا شي خطاء كي أدي واحد كيتقصولي كي شي ميتين درهام ولا ميت درهام وذا بدك يطبق هذك القانون الداخلي السموم ولا اللاعب ايش ولا احنا كلاعبين احنا بغينا ندخلو تحنا في هاد التحدي تحدي علاش وكان عدنا واحد اللي كانت عدنا واحد هذك اللاعبين انا دك كان عدنا واحد اللي مجموعة في الفارق أكترية في هم أساسي ديال التربية البدنية منهم أنا منهم فتحي جمال منهم ماذيح منهم برطار الله يرحمه منهم هذا المسألة هذي ساعدت هذك اللاعبين على أساس بأن العقلية خصت تغير من اللي يتكلم معك واحد يعني كتشوف المصلحة في الغداء هذا من اللي يقول الكلمة كتعرف معنى ديال الكلمة وش حسيسوا أن في بداية الموسم يمكن تحق اللقاب أنا ليش ديال كتش ديالي أنا مش مصلك واحد من اللي درنا تنمك التداريب ودرنا سميته التداريب ولا تشعقها وأول مرة بدنا كانت لينو جوجد خطرات سنهار هذا هو النقطة الأولى اللي دخلنا بالاحتراف ديال احتراف كيف خصو يكون قال لي هم بأنه من دون تنينو ثلاثة ديام صباح وعشرية ويومين لأخرى مقابلة ولكن ديك ساكن تنينو يومين دفوا بارجور هذا ديالي بتلول تعدبوها ولكن كي شرح لنا رغادي التعدبو غادي تمحنوا المهم نحن كأساتيدة وكان معلو جروب وهذا كنت تعتيرتها ديالنا شوية أنا اللي بغيت نوصل إليه من هاتشي كله هو من اللي لعبنا أول مقابلة حبيا بعد ذلك التربوص لعبنا مع فاريق الأهرام جينا الدار بينهم فاريق الأهرام كان فرقة من هوات وانتصر علينا بواحد وفاريق الرجاء وبهذك اللاعبين اللي كيني والمستوى اللي درنا ولكن الكورة ما بغيش بدخل ولكن فاريق كيني جاء واحد لو كونتر ونمعتين بالاراتية ماركات ما كيش مشكيه هذي مقابلة حبيا لعبنا فالأبجيغو جلسنا مليسانينا دارينا الجيمة قال لنا ما يمكنش ها بيت القاصد وانتصر قال لك ما يمكنش هذ الفاريق ما يكونش باطار رغم الهازيمة لما تكلمت على الهازيمة هو قال لهم الطريقة باش لعبتو ويعني الامكانية التقنية اللي عندكم وهذك ش اللي خدمناه في التربوس شف الطريقة باش لعبتو تال بنسبة لي يا قلبة دانية يعني قال لنا ما يمكنش ما تكونش انتوما أبطال وانا شفت بعض المقابلات الفارق اللي كتلعب معكم طرع عندكم نفس تقريبا نفس اللعب وستلتوا اللعب انتوما التقنية ناداك ولكن المستوى البداني بحالكم لما انتوما رفعتم المستوى البداني ووليتو لأنكم فارق في العقلية ديالكم محترفة قال ليهم والمسيارين معانا في الجتماع قال ليهم ما يمكنش هذ الفارق ما يكونش باطار قال لي هذ الفارق كيف كان رئيسك؟ كان ساعد قادر اثناني كان ساعد قادر اثناني وانا باني اقوصين من اللي بغاي يمشيوا بغاي يمشيوا فادي كتار بوص غادي الاموزار انا تعطلت بالطنبيل تعطلت عشرة تقيقة جيت القيلة كار مشاق المشكل قالوا ليه فلان فادينا ساعدنا وانا ارسلوا لي كابيتان ديكيب قال ليهم هذ الفارق احسن حاجة هو نمشي ونخليه فشمتي باش تطع اكزو ب هذو كل اللعابة قال المسيارين قال ليهم هذ الفارق هو ننخلي هذة اللي بغاي يتقليم هنسمحو لي هذة اللي بغاي يتقليم انا سنلحو لي هذة الكابيتان ديكيب لي كتتتكليمو وقد لي انه وره اداك وره مزيان هو كيكون قضوة واداك ورا معاى يمكنش موشكي لوقع عليه فهذا ره ممكنش موشكي تتعطل وذاك بشتقليمو لكني جيتني انا مزيانا أنا سأذهب ونجعله لا يبدو معي وصلوا عليها ونرى ما تفعله أنا جاءتهم بعشرة طقائق 5 شهر يجبني أحد المسؤول أحد السيد يقول لي صنعها شي الله يذكره بخير كانت هو وردت ريزوريون أنا ذاك ويجبني في طنبولته وصنع الكار أشدهم في بوزناق قرائب الحل يجبني لا مشوبا من الي وقف بغيت نطلع الكار وقفوا الكار وذلك الشي بغيت نطلع وعايت لي قال لي أول مرة وآخر مرة إلى هذاك المسؤول ما يبقىش يجعني الفرقة وانت غادي نبعدك من الفرقة وقال ليش يا بينو بينو ناعد وقال لي قدام اللعابة أنا في الأول تبقى في الحال أنا قلت ليش يتكلم معي باية طريقة وذلك الشي من الي ذاك ودى سادس واحد مش دين الطريق وعايت لي وقل لسنا نقول لي يا راك انت كابتان كيف يبدالون لي يا وعلا ربعتان أعطيك بكل أكزامل ليش يكون شا عادة بنهدم كيف هاد شوف هاد الحيثيات اللي كانت تكلم مع اليوم هم اللي خلوا الفارق بأنه يدخل لهاد مصاري البطولات ولي خلوا الفارق بأنه رهلا ما بغيت إلا بغيت تدي بطولة خصك تكون منضابل إلا بغيت تدي البطولة خصك توجد لها في السبل البطولة في موسم سبعة وثمانية 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 الموسم اللي من بعده غاديو كأس هادي كانت سابقة سابقة لا كنقول كش الاندباط الاندباط في الكورة هو كنقول أساسي هو ما كان أنا شاسي رجبيز تهدر لينا شوية على تلك المقابلة النهائية في وهران يعني كيف يشعشوا لا وهران أنا ملعبش لسينار ديال اسميته ويكن اللعابة كان معانا ديكسا كان معانا اسميته مدرب رابح سادان رابس كان مرا إن كان عيان شوية هذا كان رابح سادان ألقى الأمور بكلها سهلة ألقى بأنه كن فارق كن عقلية كن كن هداف اللعابون اللاعبين يعني دا زم مرحلة ديال اللاعبين اللاعبين بزاف تمحنوا سابت وديكلاك والذي سيتو في الإقصائيات اللاعبين باعده كان شوية صعبة كان تشوي بأن تغيير ديال بعض المسؤولين تغيير في الفارق كانوا تدارو شيء مثل مثلا هذا كل شيء كان تغيير في الراجعة ولكن هذا كله ما أطرش اللاعبين الأساس بأن اللاعبين ولت عندهم عقلية ديال البطل من اللي كان تكلموا إلى البطولة اللي داس مع السي السيكا بريط الله يرحمه ودجات مع رابح سعدان رابح سعدان رابح سعدان أول فارق جاهز فارق متكامل داخل الملعب وخارج الملعب فارق عنده عنده إمكانيات يعني بشرية في المستوى عنده إمكانيات المادية لحسب المادية ما كانش إشكال لك كان حقاش المحتاضين ديال الفارق كان محتاضين معروف على الصعيد المغربي ما اللي كان يقوله محتاضين فهو جميع يعني كهي جميع الظروف لمادية لل لوجيستيك لا هذا ما كانش إشكال هذا هو أخلا بأن تل بطولة الإفريقية جاءت داقور جاءت بوحد العناء وجاءت هذاك ولكن جاءت بعقلية ولا تحترافيه ولا عقليه ولا بدي البطل متى ما كان طلقت المسيرة عن الراجاء ما شنوصله بـ 2020 الراجاء لعبة ضد الزمانيك بالنسبة للنجمي والتراكمات اللي راكمتها في الراجاء كلاعيب ولا كمتسبع وش تشوف أن الراجاء قادرة مش ترجع بالفوز من القاهرة وش ترجع بالفوز من القاهرة لا لا شوف ما هو صعب المشكلة اللي صعب المشكلة هو هذه الجائحة هذه من اللي كانت تكلم عنها كورونا يعني الفارق يعني تشوف المقابلة الأولى ضد الزمانيك هنا في الضربدة يعني المقابلة سيطف في الشوط الثاني أبانوا أبانوا الراجاء بأنهم مستعدين بهذاك المساوى اللي داروا في الشوط الثاني بأنهم مستعدين يجبون الفوز من مصر اللي كيبقى علامة السفهام يعني أنا ما متخوفش نهائيا من المقابلة ديال 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 العودة ولكن اللي خوفني دابا هو يعني يعني ذاك المرض دابا اللي كينه صرت الوباء وصرت الوليدات اللي يتقاسوا هذا باش خوفني خوفني هو دابا تقريبا واحد عشر يوم او او اتناشر يوم ما ما تدربوش ما تدربوش اللاعبين وكنت تعرف التدريب من اللي كيكون تبقى محافظة على سمية اللياقة البدنية كتبقى حافظة تابعا بالنسبة للمدرب المدرب كيكونوا بحلمة تانا كيكونوا بحلمة تبقى انهو تقريبا 12 يوم ولا هدو واجلس ولعبين تصابوه هدو كل اللاعبين اللي تصابوه ما كتدربوش اللاعبين ما تصابوه ما كتدربوش ولا كتدربوش مكتعرفلو مكتعرفلو جروب مكتعرفلو وليش ويدي لشك بوط طبوح كين ولكن اوش غدي تكون بالنسبة اللياقة البدنية وش غدي حينت العقلية كين نعرف اللعبات عندهم بزاة مقابلات جابوا نتائج جيدا خارج المغرب ولكن العقلية هيا كنا كن باغن يربحو وان عارف ان باغن يربحو كن غادي تكون قتالية واش اللياقة البدنية غادي تمشي مع هادا وبالاخص احنا باقي من دبات الفارق ككل باقي معاوش عرفناش من الغدا واش غادي كل فارق كل متكامل وبالاخص في الحراسة المرمى وهذا إلا مشينا جاء كنا وكنتمنى على الله ان باش يمشي كل شي اللعاب يمشيوا عاول فارق ممكن تعتر بدنيا بدنيا بلكن تكلموا على اللعاب كيقل 16 يوم ولا 13 يوم ولا 14 يوم تتريد فيسي لاش لحقاش مقابل اللي خصت تكون اولا اللي خصوا ياخد الباديرة هو فارق راجاء الايقاع اللي خصوا يفرضوا هو فارق راجاء يعني البحث عن الاصابات ولا البحث باش يمشيوا باش يحقون نتيجة إجابية ممكن قول نتيجة إميرا كنتم حتى لا إصابات الإصابات لا بغيت تبحث عليها خاصتك ما تخليش الخصم ياخد الكورة لا تصدقوا الكورة لا بغيت تصدقوا الكورة خاصتك تكون بادنيا بادنيا خاصتك تكون جاهز وخاصة تكون تتوقيت دي المقابلة ماشي سهل توقيت خاصتك تبقى غادي في الايقاع ما حدوك يرتفع وانتالي كتفرض الايقاع ديالك لاحقاش عندك واحد عروطار ديالآن بيته لهذا هذي كلها يعني عامل بداني غادي يلعب دور كبير مع الفارق يمكن الفارق يكونوا بدانيا يمكن يكونوا ساعة ساعة وخصمين زيانين ولكن تخوف واش في آخر المقابلة ولا تبني سبا التغييرات واش غادي تكون تعطي هذي كلها هذا تخوف أنا كتقني كنتكلم كتقني هو من اللي غادي تكلموا رجاوي ولا هذي ولا كان أونسيان جغور ولا أونسيان ترينير ولا هذي فهنقول غادي مش يخصن ربحه ولكن من اللي كانت تكلموا منطق ديال الكورة باش الجمهور يعرف بأن غادي فارق الرجا غادي مقابلة صعبة ومقابلة مش سهلة ومقابلة كتبغي يعني كتبغي وحد الحضور يعني بداني مهم اللي كانت تكلموا البداني را البداني والديني ما نتكلموش الشيقة التقنية لحق الشيقة التقنية لديناش مشكل كابل فارق السين جمي آخير النادات بركان دات فاز بكأس تاع الكومفيدرالية الويداد لعبت نسف النهاية الرجا الآن نسف النهاية واشهد مؤشير على أن الكورة المغربية في التطور ولا غير نتائش على الصدفة لا لا ما نتكلموش على الصدفة ممكن شك توصلت النسف النهاية بصدفة تقدر توصل دوزقات مرحلة جوج هذا هذه صدفة والتالي من اللي كنت تكلم على فارق بحلمة الراجعة هذه كالسنة هي تقدر تكأس فريقية لذلك دي الله كاف بالنسبة لبركان لك العام لعبت الفينال بالنسبة الويداد يعني هذه خمس سنوات راح حصلت على القاد هذه كلها ماشي بصدفة يعني من اللي تشوف الاستمرار ريال الفورق وصرتو هذا الفورق اللي ذكرتنا فشنا هي صدفة هي فريق يعني عادي توصل لنهاية هذه كتقع صدفة ولكن كتشوف هذه الفورق من اللي كانت تكلم على بركان وهذا رأى النتائج دي الله ولتها بالنسبة لإحصائية دي الله خلال خمس سنوات رأى عندها من اللي كانت تكلم عن الراجعة الويداد رأى عندهم أسماء داخل يعني القارة الإفريقية يعني بألقابهم باللاعبين ديالهم بالمستوى ديال اللاعبين ديالهم بالمستوى ديال الجماهير ديالهم اللي نشوف اللي يدير بكيف كيكون وطب المستوى من اللي شفنا هذه البطولة العربية كيف كان تأثير على جميع الدول تأثير ديال الجماهير كيف تعاملت مع ذلك المقابلات إذن هاتش يقول شو ما شي صدفة من اللي بركان بركان في السنة الفاريطة رخصرات في الفينال ضربت جزاء مع الزمال يكنيس وهات السنة هذه كانت تقريبا كانت في البطولة المغربية مشت إلى أقصى حد بأن نتائي كانت من المرشحين لتفوز البطولة الويداد كذلك الراجع إذن هذه مش صدفة هذا عمال ولا هذه قاعدة قاعدة عند الفورق تزادت بركان من اللي كانت تكلم ولا بركان والبركان لتحصل لها لقاب هذا حصل لي عن جذارة مش يحصل لي بأن كم شوية كيف قلنا الصدفة هذا عن جذارة الطريقة لتلعب وانتدابة لدار الفاريق وانتدابة وازنة وانتدابة لمشي سالة كالفاريق عنده برنامج ولا عنده أداف يعني مش حققها مشروع اللي دارو دارو واحد مشروع سات مشروع عادي بأنه لو بغيت ألقات خاصتك تجيب لعبين متمرسين لعبين عندهم تجربة لعبين دازوا في هذا نوع المقابلات طبعا جابوا حضراف جابوا يازور جابوا لعبين في المستوى الكبير طريقة لتلعب البطولة كيف نصلوا طريقة لتلعب في النهاية مع مع الفارق المصري بيراميز كيف انتصروا عن جدارة واستحقاق تعامل دي اللاعبين كيف تعاملوا خلال سنة كل رغم الجائحة رغم كيف تعاملوا في الإقصائيات كيف تعاملوا هذه كلها ما كي صدفة هذا أولا القوة دي اللاعبين هذا القوة دي اللاعبين المغاربة في شق تقني أنا مني كنشوف لعب مغربي تقني فهو متمييز كي بقى شوية دي اللاعبين المالية اللي خاصة الفارق المغربية شوية دي اللاعبين يعني بون طريقة باش كنلعبو لتا بنسبة الباداني نجدو حال الشيق الباداني نجدو أفضل باش نوصلوا للمصريين اللحقاش في الشيق الباداني هو ما شوية متمييزين علينا ولكن كيف مكان الحال بأننا عدنا مكانتنا وبالأخص مع المصريين ومع التونسيين بلكن تكلموا لتوانسا رامت قصاهم ورقصاهم الويدار قصاتهم الراجاء قصاتهم من هاد سميت ومن هاد البطولة وبالتالي نشوف عليك سيبركو بلي دار الراجاء مع الويدار اللي لعبو الراجاء مع تارجي باش لعبو في الخاطر شوف الطريقة باش لعبو الراجاء الفوز اللي كان هاد كلها اللي كان شوف هاد كلها بوادير كتقول بأن اللاعب المغربي باستطاعته باش يمشي لأحسن اللي كان هي خصت تكون مواكبة هذه المواكبة دي لاش مواكبة دي كين مواكبة دي الجمهور طبع هاد حافيز بالنسبة اللاعبين مواكبة كين كبيرة دي الجمهور خصت تكون مواكبة دي المسؤولين على الفيار مواكبة دي المسؤولين وتهيئ الأجواء اللاعب المغربي يعني خصت بيبحث على موارد مالية خصت تكون بنية تحتية في المستوى لحقا شي نبقى نتعط لوقا يمكن واحد لوقت هات نكون متجاوز والأخص في الشق المادي خصنا نوصل لأحد مرحلة لأن تسير دي القرات القدام ونتسير دي الرياضة في العالم بأن تكون مواهد المال أصبح مسألة مهمة لا لا يمكن شو واحد في العالم بغي يسير شي فريق في أي رياضة وما عندوش هذا لا يمكن نجح واحد لوقت يكون خصت تجيب لاعبين خصت تدير لاعب 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 لا تريد ورا خصت تريد مصاريف كثير إعلاء القاب كيف يجبدن على بركان كيف كانوا انتذابات هذا كله الأصل هو المواد المالية شكرا سينجمي على الدرداشة وشكرا متتبعي قناة أنفاس وإلى لقاء آخر إن شاء الله